ياهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد فيديو اليوم فضفضي أكثر فيديو عفوي أكثر نتكلم به عن الموضوع اللي كل حال يتكلم عنه اليوم يوم الأم اليوم هو اليوم اليوم اللي تم اختياره لسبب ما أنه يكون اليوم اللي نحتفل فيه بالأمهات حول العالم واليوم اللي نقدر في أمهاتنا أكثر من أي يوم ثاني يمكن في يوم ميلادهم يعني بس يعني أن يوم واحد في العالم كل حد يتفق فيه أن اليوم هو يوم هذه الأم طبعا الناس كثيرين أوكي يقولون أوه ما لازم نحتفل بيوم الأم وكل يوم هو يوم الأم ما في داعي نحط يوم بس أنا مع هذه الفكرة صراحة أوكي والدي صغير عمر ثلاث سنوات يمكن بعد ما مستوعب الفكرة بس لما يكبر أتمنى أن يستوعب الفكرة لنعرف أنه مع مشاغل الحياة مع الربشة اللي تصير كل يوم ما دايما نحصل فرصة حقيقة نعبر فيها عن حبنا وتقديرنا لأمهاتنا طبعا في حديث الرسول كان يقول أمك ثم أمك ثم أمك لسبب يعني فيه أشياء كثيرة الأم تسويها الأم تضحي بيها الأم تعيشها وتعايشها أكثر من الأب وأتوقع هذا الشيء من ناحية شيء جدا إيجابي يعني اللي حقيقة يعرف دور الأم واللي يقدر دور الأم يعرف أنه الأب مستحيل يقدر يسوي نفس الأشياء اللي الأم تقدر تسويها ومن جانب آخر لازم نعترف أنه فيه أشياء الأمهات يسووها بس ما تلاقي أي تقدير ولكن فجأة لما الأب يسويها أوه واو يعني أنت أب ممتاز أنت أب يعني مثالي لأنك سويت هذا الشيء لأولادك ليش؟ لأنه بالعادة الأم تسويه وما حد يعينه بأي اعتبار ولكن لما الأب يسويه فجأة يعني يعتبر إنجاز كبير يعني أبسط مثال أن الأب يكون مسؤول عن الطفل لمدة يوم كامل والأم تطلع تسوي اللي تريده يعني وبعدل لما يخبر أصحابه ولا يخبر أي حد أنه أوه قدرت يعني كان يعتبر إنجاز أنه إذا الأب راح وغير حفظات حال أطفاله يعتبر واو إنجاز ولكن لما الأم تسوي هذا الشيء دائما أنه ما حاجاز يعبرها ليش؟ لأنه تعتبر خلاص هذه من واجبات الأم وخلاص يعني ما شيء تشكري عليه لأن هذا شيء أنت لازم تسوي أما الأب ما لازم يسوي طبعا هذا المفهوم إلى حد ما خاطئ يعني بالعكس مفروض يكون فيه مشاركة في هذه الأشياء اللي يقدموها لأبنائهم ولكن أفهم أنه في كثير من الأشياء لما الأم تسويها تسويها بطريقة مختلفة والحب اللي تعطيه للطفل هو المستقبل هو الماضي اللي بيحكي عنه شيء من هذا القبيل يعني وبالتالي إحنا الحين كأمهات كانوا أولادنا أولاد ولا بنات يعني ناخذ حمل كبير أنه نبني مستقل يعني ماضي جميل حالمهم أنهم يتكلموا عنه وأعرف إذا فيه ناس يمكن يختلفوا معاي في هذه النقطة ويقولوا أنه ليش الضغط كله على الأم والأب إيش يلعب دور والدور الأب ما بس أنه يشتغل ويجيب فلوس وأنا اتفق مع هذا الشيء تماما الأب يلعب دور مهم جدا في أشياء الأب أفضل فيها من الأم في طريقة التعامل مع الأطفال والعناية بهم وما مفروض الحمل كل يكون على الأم ولكن فيه أشياء حقيقة يعني عشان بعد الرجال يكونوا واضحين يعني وإحنا كحرين نعطي حقنا ونعطي نفسنا الحمل اللي إحنا حقيقة نستاهله يعني إنه فيه أشياء إحنا أفضل منها يعني بمقارثة بالرجال وما يعني إن الرجال ما يسووها ولكن إحنا أفضل منهم نتقاسم الشغل إن نسوي كل شي مع بعض أوكي على عيني وراسي بس يعني في نهاية إحنا لنربي الأجيال الرجال غصما عنهم لازم يروحوا ويشتغلوا ويوفروا يعني المسكن والماء كل الأطفال الأم ما شرط إذا ما تريد ما شرط إذا قررت إنها تهتم بأطفاله فهذا قرارها الأب ما ممكن في يوم الأيام يقول أوه خلاص أنا قررت أدلس في البيت وأنتي الأم روح يشتغلي لا هذا غير عني يعني فيه أشياء كثيرة لو نيجي نفكر فيها إحنا دورنا كأمهات لازم نستوعب قيمة هذا الدور ونقدر أنفسنا أكثر لهذا الدور ولهذا السبب أنا أحب يوم الأيام علاقة الأطفال بأهبائهم موجودة ومهمة جدا الأب يلعب دور جدا مهم ودور الأب يجي حتى كلما الطفل يكبر كلما دور الأب يكون أكثر لأنه حاجز الطفل في صغره أكثر لأمه من أبه شخصيا يعني هذا اللي جاسة ألاحظه يعني ما أقلل من دور الأب بس أقول هذا اللي جاسة ألاحظه شي ثاني أحس الصبر اللي عند الأمهات أكثر بكثير من عند الأب من ناحية يعني لما الطفل يعني يكون في مجزاج سيء يكون يوم ما سيء ومن نحن ما نفتري يعني وما نعصب نعصب ونزعل ونضايق ولكن طريقة التعامل للأم دائما غير فيها حنية أكثر هذه فضفضة ببدئية وكانت طويلة واجد يمكن بقص أجزاء منها بس أنتو إيش رايكم في يوم الأم؟ أنا شخصيا أتمنى أن يوم الأم يستمر على أساس الأم حقيقة يكون لها يوم تحس بهذا التقدير ترجمة نانسي قنقر